خاليني أسألك بالتحديد عن أسباب زيادة الشكوى من الحساسية أو حصية الجلد بالتحديد لما بنتعرض للشمس وليه بقينا مؤخرا كتير قوي بتلاقي جلدنا بتحرق من الشمس الحاجات دي كلها هيمكن بكتش موجودة كتير زمان دي حقيقة وفعلا الأسف الفترة الأخيرة نتيجة التغير اللي حصل في المناخ في العالم كله والاحتباس الحالي بدأت توصل للأرض مجموعة من أشاعة الشمس نوع من أشاعة الشمس مؤس جدا لجلد اللي يتضرر اللي يتضرر وتابعا دي بتكون موجودة دايما من الساعة عشرة لحد الساعة خمسة وقت تزيد عن خمسة شوي دايما بقول الأشاعة المفيدة اللي هي قبل عشرة وبعد الساعة خمسة ممكن يحصل لو الواحد تعرض للشمس الفترة طويلة ممكن يحصل مجرد حال المدرجة الأولى اللي هو مورد أحمرار في الجلد والتهاب في الجلد ممكن يدخل لحرق من الدرجة التانية التانية يعني بيظهر فيها زي فقافيه كده وفيها مية وبيظهر زي ورم في المنطقة المعرضة لسواء الوش أو الإيدين أو ممكن يحصل في الجسم كله مش لازم يكون في المكان اللي اتعرض بس طبعا دول بننصحهم بسرعة جدا أنهما لازم يبعد عن الشمس ممكن نستعمل حاجات بردة على الجلد زي التلج لو كان حال ما يشوف فاندم الحرق ده اللي هو مدرجة الأولى أو التانية يحط على طول تلج ويقرضها الحاجة بردة أو نستعمل كلمات تلطيب أي كلمات تلطيب موجودة في البيت ممكن نستعملها أي كلمات فيها مادة الاسترويد أو مادة الكورتزون ممكن يستعملها بردو على بال ما يشوف طبيب ممنوع استعمال بقى معجون الأسنان ممنوع استعمال الزيت ممنوع استعمال حاجات اللي كنا دايما بين إيه كتالناس بتقولها بشكل عشوائي زمان لو حرق من الدرجة الثانية اللي هو فيه زي في أفيق ده لازم مستشفى ولازم دكتور على مطل الخطر لو حصل زي ورم ورم سواء كان في الشفايف أو ورم في العين أو ده بدأ يحصل تغير فين في النفس نفسه أو لو حصل زي إغماء ده لازم يتنقل بسرعة جدا للطور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر